من أحوال التقس تعالوا نروح نشوف نشوف نشرة المرورية نشوف بقى أخبار الشوارع النهاردة جوجل ماب عند النهاردة السبت فده طبعا هيكون ليه تأثيره على الشوارع تحديدا في ساعات الصباح الأولى هيبقى فيه سيولة في الحركة المرورية وده هيخلينا دوقتي نشوف على الخريطة اللون الأخضر زي ما حضراتكم كده شايفينه هو اللي مسيطر على الماب من صلاح سالم بنبدأ مع حضراتكم الطريق بتاعنا فيه سيولة كبيرة جدا فيه الحركة المرورية فيه صلاح سالم كبري 6 أكتوبر بنمر عليه برضو من الخريطة زي ما حضراتكم كده شايفين ما فيه لون أحمر أو برتقالي فيه الخريطة فده معناه أنه ما فيه أي زحام وفيه سيولة فيه الحركة المرورية دلوقتي احنا موجودين على كبري 6 أكتوبر بنمر بعد كده على قصر النيل رايحين للمهندسين برضو بنشوف كده جولة سريعة في محاور القاهرة الرئيسية بنلاقي إمنه كل المحاور يعني مع بعض فيها سيولة في الحركة المرورية ما فيهش طريق زحمة عن التاني لأنه لما بنلاقي طريق زحمة بيسمع في المناطق التانية فبنحاول مع حضراتكم إن احنا نديكم طرق بديلة ولكن الحمد لله دلوقتي الطرق ما فيهاش أي زحام معاين دايما بنتوقع أنه السبت أنه من بعد يعني انكسار تحديدا في فصل السيف بقى انكسار درجات الحرارة بنتوقع أنه بيبدأ الحركة فيه الشوارع وبيبدأ الزحام ولكن في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي الساعة 8 و 5 فيه سيولة كبيرة فيه الحركة المرورية